نعم أحمد الهدوء الحذر هو سيد الموقف ولم نسجل أي غارة إسرائيلية على محافظة رفح حتى هذه الساعة سوى التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح ويسمع صوتها بشكل منخفض واجلي وواضح في هذه المحافظة وهي تراقب كل ما يجول على الأرض في هذه المدينة المقتضة بالنازحين مليون ونصف المليون نازح ونازحة في هذه المحافظة يعانون الويلات والأمرين نتيجة نقص الغذاء والمياه وشح في الأدوية والمستهلكات الطبية وفي ظروف صعبة للغاية هنا حياة الناس لا تطاق كما يقولون الخيام هي لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء في ظل أيضا نقص للمستلزمات الحياة مستلزمات الحياة كالغذاء والمياه والأدوات الخاصة بالناس هنا انعدام للخصوصية في هذه المدينة التي يحاول الناس التعايش فيها لكن ظروف الحياة وضغط الحياة هنا تكلف الناس الكثير من المعاناة نتيجة شح للموارد الأساسية ومقومات الحياة في هذه المحافظة هنا مليون ونصف المليون نازح ونازحة يكافحون من أجل البقاء يكافحون من أجل الحصول على رغيف الخبز على الأدوية على الحياة من أجل البقاء والصمود هنا أمنيات الناس هي العودة إلى منازلهم في المحافظات الشمالية ووقف اطلاق النار دائم عينهم تتجه نحو باريس للحوارات التي تجري هناك من أجل التوصل إلى وقف اطلاق النار ومن أجل اطلاق صراحة المحتجزين الإسرائيليين ومن أجل عودة الناس إلى منازلها في المحافظات الشمالية ومن أجل أغاثة النازحين والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي يتعرض للحصار منذ أكثر من 17 عاما وأيضا هنا حياة الناس أحمد كما تحدثنا وتحدث دائما على الطوابير هنا كما ستجاهدون الآن طابور على الرعاية الصحية من أجل الحصول على الرعاية الصحية في هذه المحافظة أمام مستشفى الكويت التخصصي يقف الناس في طابور طويل من أجل الحصول على الأدوية والرعاية الصحية هنا تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بأمراض معدية في هذه المحافظة نتيجة تكدس النازحين في مراكز الإيواء وفي الخيام انتشار للكبد الوبائي وانتشار للكوليرا وانتشار لأمراض جلدية وتنفسية وانتشار للعديد من الأمراض نتيجة هذا التكدس ونتيجة التقصى المتقلب في قطاع غزة نحن في فصل الشتاء وهناك أجواء متقلبة دائما وفي هناك نزلات برد ونزلات معاوية لذا العديد من الناس وأمراض مختلفة نتيجة هذا التكدس أو ضاع الناس صعبة للغاية في ظل أيضا عدم إدخال البضائع إلى هذه المحافظة الأنور كانت تحدثت بأن المجاعة لن تتوقف في محافظة رفح أو باقي المحافظات إلا بإدخال البضائع البضائع هنا شحيحة جدا أو مفقودة نتيجة عدم إدخالها من المعابر وما يصل من مساعدات عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح لا يتعدى كونه 5% من احتياجات الناس القطاع غزة بحاجة إلى 500 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات والأدوية والمستلكات الطبية والمياه والغذاء وغيرها من البضائع يجب كما يتحدث مفوض عام الأنور أن تصل البضائع إلى قطاع غزة من أجل انتشارها في الأسواق ويتم تداولها بين الناس أيضا هنا قطاع غزة بحاجة إلى محروقات ووقود بحاجة إلى أكثر من مليون لتر من المحروقات بصورة يومية أن تصل إلى محافظات قطاع غزة لتشغيل كافة القطاعات والمستشفيات في هذه المحافظة ومن أجل إنهاء أزمة المواصلات في هذه المحافظة هنا الناس أصبحوا يستقلون شاحنات الحيوانات من أجل الوصول إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها هنا تكدس كبير في هذه الشوارع وفي هذه المحافظة البنية التحتية لا تتسع لهذا الحجم الكبير من الناس مليون ونصف المليون نازح ونازحة هنا أيضا العديد من الناس أصبحت لا تتناول الطعام من أجل عدم الذهاب إلى دورات المياه الغير صحية هناك انتشار وعدوى كبيرة للكبد الوبائي في صفوف النازحين لعدم وجود نظافة شخصية في ظل شحل المياه وعدم حصولهم على المياه من أجل النظافة هنا في هذه المحافظة وضع صعب وقاسي جدا لكن الناس تنتظر من الذي يدور في حوارات باريس من أجل العودة إلى منازلها في محافظات شمال قطاع غزة أيضا نسمع في محافظة رفح دوي انفجارات عنيفة وهي ناتجة عن غارات إسرائيلية وقصف مدفع إسرائيل على محافظة خان يونس وخاصة في منطقة الحاووز ومنطقة الظهرة والمناطق الشرقية لمحافظة خان يونس في عبسان هناك كان صباح اليوم غارات إسرائيلية عنيفة على تلك المنطقة لكن لم يتسنى معرفة من الذي يجري لصعوبة الوصول إلى تلك المنطقة في محافظة خان يونس منذ أكثر من شهر ومنذ العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة خان يونس منذ ثمانينة يوما هناك انقطاع لخدمات الاتصالات والإنترنت في محافظة خان يونس هناك أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن ونازح في مواصي خان يونس غربي محافظة خان يونس دون رعاية صحية نتيجة خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة وخروج أيضا مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على الخدمة لتعرضه للحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر في محافظة خان يونس هذه المستشفيات أصبحت عبارة عن مقابر للشهداء والموتى نتيجة منع الجيش الإسرائيلي السماح بدفن الموتى والشهداء في المقابر هناك أوضاع صحية داخل مجمع ناصر الطبي صعبة وقاسية لعشرات المرضى والمواطنين والكوادر الطبية نتيجة الحصار الذي تتعرض له مشافي محافظة خان يونس وأيضا هناك أيضا حصار وأيضا أوضاع صعبة لمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الذي هو الآخر يتعرض للعدوان ويتعرض لإطلاق نار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي هناك أيضا عشرات الأدخم الطبية والمرضى في ظل نقص للأدوية والمسالكات الطبية والغذاء والمياه النظيفة في هذه المحافظة صباح اليوم كان هناك أيضا إطلاق نار من قبل طائرات الأباتشي في المناطق الشرقية من محافظة خان يونس هذه هي التطورات حتى الآن هو استمرار وامتداد لاستمرار للعدوان الإسرائيلي المستمر على محافظات قطاع غزة لليوم الواحد والأربعين بعد المئة على التوالي شكرا عيمن أبو شنب مرسل غد كنت معنا من رفح اشتركوا في القناة